تتربع ولاية البيض على مساحة غابية معتبرة منها أزد من 28 ألف هكتار من الأشجار المغروسة ضمن مختلف البرامج خاصة السد الأخضر غير أن حوالي ثلث ذلك أصبحت أشجار ميتة ويبسة لا وجود للحياة فيها نتيجة لعدة عوامل خاصة للصنوب الحلبي مياه فوق 30% من إجمال المساحة هذه الإصابات هي لعدة عوامل منها العامل الأول الجفاف العامل الثاني لهجوم متكر أو المستمر لدد جرارة العامل الثالث هو حشرة أكل اللحاء هي المتسبب الرئيسي في إصابة الأشجار ويبسها تعمل مسارات على مستوى اللوب الداخلي للشجارة من خلال منع وصول الغداء إلى الأشجار أو إلى أوراق الأشجار ما أثر بشكل كبير على الحالة الصحية للأشجار بمراطق مختلفة ويحتم اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات علاجية للحد من تزايد المساحات المصابة تطهير المساحات الغابية المصابة من خلال قطع الأشجار ليبسة وكذلك من خلال قطع الأشجار المصابة وحرقها من خلال عملية كنا قمنا بها هي 100 هكتار على المستوى الولاية مست أربع بلديات وكذلك عدنا لحد الآن عملية جارية ستنطلع خلال الشهر الجاري من خلال قطع ما يقارب 500 هكتار في حين يعول على مشروع تأهيل وتوسيع السد الأخضر لتعويض المساحات المتضررة والحد من التسحر وزحف الرمال